اشتركوا في القناة فوق مستوى سطح البحر وكمان عندي الاجزاء المنخفضة اللي هي بتنخفض انخفاض واضح عن كل الجهات اللي بتكون محيطة به هنتكلم عن اهم اشكال سطح الارض اول حاجة هي الجبل الجبل عبارة عن ارض بتكون مرتفعة عن سطح الارض الجوانب بتاعتها بتكون شديدة الانحدار قال لي ان ارتفاع الجبل لا يقل عن 1000 متر قال لي جمان الجبل بيكون لي قمة او وعدة قمم لو هي سلاسة جبلية جنب بعضها يبقى تاني ايه هو تعريف الجبل ارض مرتفعة من سطح الارض شديدة الانحدار لا يقل ارتفاعها عن 1000 متر لها قمة او وعدة قمم لو هنطلع مع بعضها سنقول الكتاب ونبص فيه الخريطة عن اهم الجبال اللي موجودة في العالم قال لي جبال القلب موجودة عنده في كرة اوروبا عند جبال الهيمالايا اللي موجودة في كرة اسيا عند جبال الانديس اللي موجودة في الساحل الغربي من كرة امريكا الجنوبية وكمان سلاسة جبال البحر الاحمر اللي موجودة في مصر في كرة افريق تاني حاجة هنتكلم عليها هي التلال التلال زيها زي الجبل بس بيكون ارتفاعها اقل يبقى ايه هو تعريف التل ارض مرتفعة من سطح الارض تشبه الجبل ولكنها اقل في الارتفاع بعد كده بنتكلم عن ثالث حاجة هي الهضب يعني ايه كلمة الهضبة الهضبة دي بتكون مساحة من الارض بتكون مرتفعة السطح بتاعها ممكن يكون مستويه او الشبه مستويه لازم يكون ارتفاعها يزيد عن 500 متر قالي كمان الجوانب بتاعتها بتكون شديدة الانحدار يبقى تاني ايه هي الهضاب هي ارض مرتفعة عما يجاورها وسطها مستوي او شبه مستوي بيزيد ارتفاعها عن 500 متر وجوانبها شديدة الانحدار هنطلع مع بعض برضو الخريطة وحنشوف عندي اهم الهضاب اللي موجودة عندي هضبة اسيوبيا اللي موجودة في كرة افريقيا رقم 4 عندي هي السهول يعني ايه كلمة السهول قالي السهول دي بتكون عبارة عن ارض بتكون مستويه ممكن اللي ا luقيها شبه مستويه قالي ان مش بيرتفع مستويه عن500 متر وكل حاجة من قسها على حسب مستوى سطح البحر يبقى السهول ايه هي هي اراضي مستويه او شبه مستويه لا يرتفع مستويه عن 500 متر عن مستوى سطح البحر لو انا هتكلم عن اهم الامثلة لي السهول احنا عارفين ان السهول نوعين عند سهول فايدية اللي بتكون حوالين الانهار زي سهول نهر النيل الموجودة في افريقيا وكمان النوع التاني هي السهول الساحلية السهول الساحلية دي هتكون السواحل اللي بتطل على البحار والمحيطات بعد كده بنتكلم عن الاودية ايه هي الوادي؟ الوادي بتكون ارض بتكون منخفضة لازم تكون ديئة حواليها لازم يكون عند جبال او مرتفعات اللي كمان بتجري فيها مياه الانهار يبقى ايه هي الاودية؟ اراضي منخفضة وضيقة تحفي بها المرتفعات على جانبيها وتجري بها مياه الانهار ومن اهم امثلة الاودية اللي موجودة عندي وادي النيل في مصر وده في قرة افريقيا احنا سنقوله دلوقتي درسنا اشكال سطح الارض طيب اللي هي التدريس ليه انا بدرس التدريس؟ ايه هي اهمية التدريس؟ قالي التدريس بتقدر ان هي تأثر على نوع المناخ بتأثر كمان في النبات بتأثر في الحيوان وكمان بتأثر على النشاط البشري الانشطة الانسان بيمارسها يعني مثلا السهول قالي دي اكتر مكان بيكون ملائم للنشاط البشري بعكس طبعا الجبال عشان كده بلاي ان الكسافة السكنية بتكون مرتفعة جدا في المناطق اللي فيها سهول عشان بتكون الاراضي دي خنية بالموارد الاقتصادية يبقى حيث ان يسؤال بما تفسر اهمية التدريس لانها بتؤثر في تنوع المناخ والنبات والحيوان وتنوع النشاط البشري هنتكلم عن الجزء الثاني في الدرس اللي هي عوامل تشكيل سطح الارض قلنا ان عوامل تشكيل سطح الارض دي هتنقسم الى عوامل باطنية وعوامل خارجية اول حاجة هنتكلم عليها هي العوامل الباطنية العوامل الباطنية منقسمة الى حرقات سريعة اللي هي الزلازل والبراقين وحرقات بطيئة اللي هي الانكسارات والالتوقيت اول حاجة هنتكلم عليها هي الحرقات السريعة أول حاجة في الحركات السريعة الزلازل إيه هو الزلزال؟ هي هالذات بتحصل بسرعة جداً بتحصل في جزء معين من القشة الأرضية يبقى لما يجي يقول لي إيه هو تعريف الزلزال؟ هي هالذات متتالية يعني وراء بعضها سريعة تحدث فيه أجزاء معينة من القشة الأرضية قال لي أنه ممكن يكون الزلزال ده ممكن يكون مدمر يدمر الدنيا خالص ممكن يكون ضعيف أو ممكن يكون غير محسوس ما أنا بحسش به السؤال الأهم بالنسبة لي دلل بتؤثر الزلازل في تشكيل سطح الأرض ده سؤال مهم ليه بتأثر الزلازل في تشكيل سطح الأرض؟ قال لي علشان هي بيحصل عندي تشقق للقشة الأرضية فهلاقي بيكون عندي انخفاض في بعض الأجزاء من سطح الأرض فهلاقي المياه بتغمرها بتنزل فيها المياه وبيكون عندي ارتفاع في بعض الأجزاء اللي طبعا كان بيغطيها من مياه البحار فهتنحسر عنها المياه يبقى ازاي بتأثر الزلازم في تشكيز سطح الارض انخفاض بعض الاجزاء من سطح الارض فتغمرها مياه البحار ارتفاع بعض الاجزاء التي كانت تغطيها مياه البحار فتنحسر عنها المياه تاني حاجة في الحركات السريعة هي البراقين ايه هو البركان البركان عبارة عن فتحة الفتحة دي بتحصل في القشرة الارضية الفتحة دي بتبقى جاية من باطن الارض باطن الأرض طبعاً بيكون شديد الحرارة أول ما بيطلع على سطح الأرض بيبقى بارد بتندفع طبعاً من الفتحة دي بيخرج منها مواد منسهرة وأبخرة وغزات وكمان رماض يبقى يعني إيه كلمة البراكين فتحات في القشة الأرضية تصل باطن الأرض شديد الحرارة بسطح الأرض البارد بتندفع منها وقت الثوران مواد منسهرة وأبخرة وغزات ورماض السؤال الأهم بالنسبة لي هو بتؤثر البراكين في تشكيل سطح الأرض إيه دليلي على كده؟ قال لي لما بتطلع المواد المنسهرة وقت الثوران بتبرد على سطح الأرض وحلاقيها كمان بتتجمد المواد المنسهرة اللي خرجها من فوهة البركان فهيكون عندي جبال مخروطية زي جبال كينيا هيكون عندي تلال بركانية زي تلال بتاعة أبو زعبل قال لي بيكون عندي هدواب بركانية زي هضبة اليمن وهضبة أسيوبيا بيكون كمان عندي جزر بركانية زي جزر هواو يبقى عندي هنا إزاي بتأثر البراكين في تشكيل سطح الأرض هلاقي إن هي بتبرد وتتجمد المواد المنسهرة اللي طلع من باطن الأرض من فوهة البركان فهلاقيها بتكون عندي مجموعة من الأشكال زي إيه زي الجبال البركاني زي التلال البركاني زي الهضاب البركاني والجزر البركاني نراجع مع بعض يا سنقول إيه هو تعريف الجزيرة الجزيرة هي مساحة صغيرة من اليابس يحيد بها المياه من جميع الجهات الجزء الثاني من العوامل الباطنية هي الحرقات البطيئة الحرقات البطيئة دي عبارة عن الالتوئات والانكسارات اللي بتشكل سطح الأرض يبقى عبارة عن إيه؟ عبارة عن الالتوئات والانكسارات التي شكلت سطح الأرض السؤال هنا إيه هي النتائج اللي هتترتب على الحرقات البطيئة؟ قال لي إنه هيؤدي إلى تكوين القرات بشكلها الحالي اللي احنا معروفة بالنسبة وكمان السلاسل الجبلية العملاق يبقى الحرقات دي هتؤدي إلى إيه؟ إلى تكوين القرات والسلاسل الجبالية حالكام دلوقتي عن تاني جزء في عوامل تشكيل سطح الأرض اللي هي العوامل الخارجية السطحية اللي بتحصل فوق سطح الأرض أول جزء فيها هو التعريه المائية أي التعريه اللي بتحصل بفعل الأنهار إزاي؟ قال لي إن مياه الأنهار اللي بتجري تمام؟ بتشكل سطح الأرض إزاي؟ قال لي طول ما المياه بتجري بتعمل عملية نحط للسخور قال لي إن بتقدر تعمل إيه؟ بتنقل المفتتات دي وترسبها في مكان آخر أهم سؤال من نسبالي إيه هي النتائج اللي هتترتب على التعريه بفعل الأنهار قال لي إن ده هيؤدي إلى ظهور مجموعة من الأشكال التدرسية زي إيه؟ زي السهول الفيضية قال لي كمان دلتا الأنهار دي متكونة من التعريه اللي بفضل الأنهار اللي هي بفضل المياه الجارية بيحصل إيه؟ إن المياه اللي بتجري بتعمل تشكيل سطح الأرض عن طريق إن هي بتنحط السخور تنقلها لمكان تاني ويعملها عملية إرساب هيؤدي إلى تكوين إيه؟ تكوين السهول الفيضية ودلتا الأنهار تاني حاجة في العوامل الخارجية هي التعريه الهوائية قال لي التعريه الهوائية دي هتكون عن طريق الرياح قال لي إن الرياح مهمة جدا لأن هي بتقدر تأثر في العوامل الخارجية في تشكيل سطح الأرض قال لي الرياح بتأثر في المناطق الصحراوية هتظهر فين؟ في المناطق الصحراوية بتعمل إيه؟ قال لي إن الرياح لما بتبقى قوية جدا بتقدر تعمل عملية نحت للسخور تفتتها لأجزاء صغيرة جدا والرياح بدورها هتاخد المفتتات مع تعملها عملية نقل وحترسبها في مكان آخر هتحطها أو أن الرياح هتسقط منها الرمال الصغيرة دي في مكان آخر يبقى الرياح بتقدر تأثر في شكل سطح الأرض وبالزاد في المناطق الصحراوي عشان هي بتقدر تنحط الصخور وبعد كده تنقل المفتتات وتعمل عملية إرساف في منطقة أخرى أهم حاجة إيه هي النتائج اللي هتترتب على التعرية الهوائية بفعل الرياح ده هيؤدي إلى تكوين مجموعة من الظواهر التدرسية أشكال جديدة لسطح الأرض زي إيه؟ زي الكزبان الرملية وكمان المنخفضات يبقى من النتائج اللي هتترتب على التعرية الهوائية أدى إلى تكوين الظواهر التدرسية مثل الكزبان الرملية والمنخفضات آخر عنصر عندي في العوامل الخارجية هي التعارية الجليدية وده حيكون عن طريق الجليد قال لي أني كمان التلج بيقدر يأثر في تشكيل سطح الأرض إزاي؟ قال لي أني سنة ورا سنة بيتراقم التلج فوق بعضه قال لي لما حيتراقم حيكون عندي حاجة اسمها غطاءات بيكون غطى من الجليد يبقى الجليد إزاي بيأثر في تشكيل سطح الأرض قال لي أن عمال يتراقم التلج سنة ورا سنة لغاية ما بيكون عندي غطاء من الجليد ما النتائج اللي هتترتب على التعارية الجليدية؟ وده سؤال مهم قال لي ده هيظهر عندي مجموعة جديدة من الأشكال التدرسية زي إيه؟ زي البحيرات الجليدية يبقى ما النتائج اللي هتترتب على التعارية الجليدية؟ هيترتب على ذلك تكوين بعض الظواهر التدرسية مثل البحيرات الجليدية شكرا جدا لطلاب مدرسة المنتزى طلاب الصف الأول الأعدادي أتمنى أن يكون الدرس استفدتوا منه وكمان تابعوا معنا مراجعة هذا الدرس شكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر